بص يامودي انا وفيت اتجاوزك رغم فرق السن اللي بينك ورغم انك متجاوز وعندك ولاد دي غير كمان انا بطلقوا استجارة ايه لشو انت دبلوم صناعي على كهربا الله الله جريان انا انت تساحيلي ولا ايه ما انت برضك شخالة سكرتيري عندي في الشركة بتاعتي ايوه يا حبيبي بس اننا بشتهر عشان اتسنى واخلص من المنى اليامودي وبعدين يعني ادخلاني في شركتك لغاية دلوقتي هون انا بحبك قوي لولا كده كالزمية سبتشرك من زمان طب ما انا كمان بحبك وتقدمتلك وقابلت اهلك وطلبوا مني مهر وشابكة ومؤخر وشقة في المهندسين وانا وفقت على كل طلباتي طب وطلباتي انا ما انا بقولك اموري ايه طلباتك تقوليلي بعدين ايه طلباتك تقوليلي بعدين طب انا كنت مجهولة بحبك يا حبيبي بس دلوقتي خلاص بما ان كلها يومين وانا تجاوز بيبقى اطلب بقى خلاص اطلبي وانا نفس واحد العربية عربية جديدة عزيرو تكون واقفة قدام عمرتك بكرة ومفتاحها دهب في فص المارس نمر اثنيني عصولة شاليف مارينة باسمك شاليف مارينة تلت مطارح بمنافعهم نمر اثنيني حساب في البنك محترم باسمك مؤكد طبعا قبل ما نتجوز هستقين من الشرك مش معقولة يعني كل شوي يقولك بديني مصروفي خلاص يا ستي يتعملك وديعة من رعها كل شهر تاخد اكتر من مرتبك فيه طلبات تانية يا عسل مراتك ماتبتش عندها ولا ليل عايز شوفها شوفها بالنهار مع عنديش مال لا 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 شوفها بالنهار ايه هو لك الشاخ نور عيد يا حبيبي اليوم فيه 24 ساعة اتناشر ساعة ليه اتناشر ساعة ليه وانا بقايزة اتناشر ساعة بتوعيب قبل ليه موزونة ده حق يعني انا يا حبيبتي ماينفعش انا معلم كبير بردك يا مودي فهمني انا بقولك كل حاجة من دلوقتي عشان يكون قدامك حرية الاختيار لو عايز تتجوزني وافي على طلباتك مش عايز متربت ببقى فريند فريندز ايه بقولك بحبك وعايز اتجوزك تقوليلي فريندز خلاص يبقى يتوافع على طلباتك خلاص يا ست انا موافق بس بلاش حكاية لتناشر واثناشر يعني انت عشر ساعات والمدام عشر ساعات يبقى كده حلوة ايه ايوة يا حبيبي بس اليوم 24 ساعة لأربع ساعات تانين هتعمل فيهم ايه انام فيهم بقى بطلب ترا خلاص اوكي اطلب بقى الحساب عشان ترحق تراوح تنان بدري وتسحى بدري وتشوف طلباتي خلاص يا ست يا يا بشمان سميت حساب وحات ابوك مودي ارجوك متزعلش من كلامي انا حبي ليك اقوى واهمة من كل مدية اللي فدوني بس ساعات كده عقلي بيحيارني بقى سئلته وبيقول لي مش ممكن يعني مودي يسيبك في يوم الايام انا سيبك معقولة يا ناني ده نسيب نفسي ومفكرش ابدا نسيبك ربنا يخليك لي يا حبيبي الحساب حضرتك بريني يا سيدي برضك بالانجليزي يا عم انا ثقافة اللغات انت متفهمهاش قول لي كم على طول الفين ومتين حضرتك ايه؟ الفين ومتين جنيه؟ ليه عم وما لو كنا طلبنا بقى كباب وكفتة وطرب كنتك دفعونا كام مودي حاضر يا سيدي ندفع عشان خاطرة ايه؟ ايه؟ ا¬إدي عندنا ضيوف ايه؟ 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 ميه؟ يا سامية... ايه اللي عاملاها في رواحها دا؟ سامية 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 مي محمود اتأخرت لي يا حبيبي ولا اتأخرت ولا حاجة من اللي لسه مخلص شغلي لا يا حبيبي اتأخرت اتأخرت على مرات حبيبتك اللي راحت للكوافير ولبست لك أحلى خستان وعميت لك الأكل اللي بتحبه ولعت لك شامع وشغلت لك السيد ستة أمو العالم انت عيانة ولا حاجة عيانة هي اللي تتزوق لجوزها وتعمله الأكل اللي بيحبه وتولع له شامع تبقى عيانة الشامع ده احنا بنولعه لما النور بيقطع وحتى لو النور قطع عندنا كشف من اللي بيولع لو قصدك بقى تعملي جو رومانتيكي بتكبرت على الكلام ده امو العالم تكبرت؟ تكبرت ده ايه يا نور عيني؟ انا اللي بساني لسه بيتخد بيبعات وجوابات لبعض جوابات؟ شفت انت قديمة ازاي انت من ايامك جوابات دلوقتي بيبعاتوا لبعض مشهزات بالموبايلات عيبة امو العالم تعالك بقونتولي يا الهرسود بقى انا اتعب بالتهاب ده كله واستنك في الساعات عشان اقولك بحبك تقومت وقولي انت كبرت وعجزتي منك لله يا اخي قصدت نفسي قصدت نفسي يا اخي قضي يا سامية يا سامية فهميني بس سامية الولايه لا اسعد طيب يا محمود الرجل بيقولي عجزت انا انا عجزت ايه؟ طيب ماشي اقولك يا سامية اراجع من الشغل تعبان ومش ناس امور الجنان داية جنان؟ انا مجنونة؟ ايه يا راجل انت؟ تتجننت ولا ايه؟ ليه؟ شافني بقطع في شعري ولا بقطع في شعري؟ طب انا بقى هوريك الجنان على اصله اوعى راحة في ستين داهية راحة مطرحة انا رايحة سايبه لك اللي وضع للمجنونة تعديك يا عناية اصلنا خلاص كبارت وعجزت اوعى 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 ما تلمسنش اوعى لصور لك قدير الليلاتي اقولها الجنانت الجنانت وبعدين دي اول مرة تسيب قدرتها وتروح تبايت في قودة تانية ايه؟ تكون حاسد ان في بيني وبين البيت ناني حاجة ولا حاسد بقى انا اعملها ايه؟ انا احسن حاجة اعملها انا ناني يوه الراجل سايبه له القودة من نصف ساعة ولا عبانيش ولا جيه صالحني اخص عليك يا محمود اخص ايوه يا بيت بس انتي برضو ممكن تكون يخضتي الراجل شقيان طول النهار في شغله عشانك وعشان ولادك تقومي تغديك ده على ما شمه الشامع والست بالهداوة لا يا بيت انتي لازم تقومي تصلحي يعي نوم مش هيجيله نوم اللي لدي من غيرك ابدا اه هقوم اصال موسيقى 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 قال مش هيعرف ينم ايه اه اه على قلبك الضعيف دنيم وريح في سبع نومة ومشغل التكييف الله يرحم ستك اللي كان بتنم فوق السطوح طيب يا محمود طالعلك صبح يا محمود اطلح مني فين اطلح مني فين يا محمود موسيقى موسيقى بس يا ناني بقى ثلاث تربع مليون جليه مش كبير المبلغ ده محمود بيه انا اصلا سعادت الباشا قدامي صبقة حلو قوي شوية ريسفارات على شوية فيديوهات على شوية موبايلات محمولة لو دفعت الفلوس كاش اخدها بتخفيق كبير قوي سيادة ايوة بس مفيش مشكلة ولا حاجة بس انا شايف يعني ان ثلاث تربع مليون مليين هيقللوا مراسيلك عندنا اول واحنا برضو يهمنا مصلحة ساعات ساعات الباشا القرش السيادة الفلوس دي ان شاء الله لو ادفعت النهار ده اول ما البضاعة تتوزع في السوق هترجع بزيادة بإذن الله وانا تحترمك حضرلك تلك الشيك بالمبلغ وانا هبزل كل جهد عشان ينفذولك بسرعة على اقل من مهلك ساعات الباشا انا عندي مشوار لمدة ساعتين هكتب لهم الشيك وانا خارج وارجع على طول اخد الفلوس بس انا لازم اجي معاك اختار شليه مارينا بنفسي معقولة يا ناني يا حبيبتي هتيجي معايا مارينا ليه لا مش هتشتريه شريه باسمي اه ما لولتلك هشتريه باسمي خلاص يبقى اجي معاك لو عايزة تيجي معايا تيجي معايا لوحدك من غير امك ما تخافش يا بابي هاجي معاك لوحدك حلوة اوي تحب نروح امتى دلوقتي لو تحب نروح دلوقتي ما نروحش ليه بس انا هعمل كم تليفون كده عشان الدونيا هنا متبصرس اوكي و انا حجهز نفسي و انا ه毕ت خانص تليفونتك خلاص جهّزي نفسي باي هو ده الفاذبريشن مش السايلم اللي عند في البيت هااااا انها يعمل التليفون ألو سامية بقولك إيه أنا هنزل دلوقتي على برسعيد آه عندي شغل هناك في حاجات أخلصها في الجمهر تيجي معايا فين بس بقولك شغل وراح أتسح ماشا سامية إيه اللي نزلت غضبان الصبر ما أنت اللي كنت غضبانا مبارع وبيتتي في قوضة ابنك ماشا سامية ما نرجع نبقى نتكال مع السلامة ألو يا ابن الدين السواق بتاعي ألو بقولك إيه أنا عايزك تجهز للعربية اللي هي موديل 2003 هنطلع على مرينة دلوقتي تمالك مين اللي طالع دي أسرار عمل يا رابي مع السلامة مرينة بيت دي رجعتني لإعدادي هنبقى بلاش عين الصيرة ياه مالك يا سفري يا أخي أروأ كده إنت إيه هتفضل شال تاجن زيتك كتير ضمرة عبني أوى يا زوبة مخنوق سلامتك من خانق يا أخوي بقولك إيه كلك لقمة وقوم توضي وصلي الفجر وإن شاء الله إن شاء الله رب جنا هيروأ بالك معقول يا زوبة اللي بيحصل ده واخد البيت السكرتيرا وطلع بها على مريضة قال إيه بيتفرجها على شليات ياه طيب وإحنا مالنا ما يمكن يا أخويا طلق له من وراها فلوس إحنا مالنا إزاي بس يا زوبة وفلوس إيه اللي هيطلع بها من وراها البيت السكرتيرا دي ما وراها شغل الخراب المستعجل ده طول السكة واشواشة وكلام رايح جاي وطلبهم معدين جابوا بعض قدرت أجمع كده من اللي حصل النهاردة إن محمود بيه نوع على جوازة جديدة يا لهوي جوازة جديدة والستة سامية لا 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 أنا لا يمكن أن أسكت أبداً أنا لازم أقول لها على كل اللي بيحصل من وراها دعراها يا لهو يا فريد طب إفرد يا أخويا جوازة عرف إن انت اللي بلغتها هيعمل إيه؟ أقل حاجة ممكن يطردك لا 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 ما مش لازم يعرف إن أنا اللي عرفتها إزاي بقى؟ مش عارف بس لازم ألاقي حل لازم تعرف كل حاجة من جير محمود بيه ما يعرف إن أنا اللي عرفتها خراب بيتك بس يا عم فريد الكلام اللي انت بتملهولي ده يخرج بيوت هي دي الحقيقة حسن يا أخويا والستة الغلبانة مش واخدة بالها من الحفرة اللي حيطب فيها جوزها سبحان الله ستة محترمة متجوزة الراجل ده وصيناهم ربي أولاده ووقفت جنبه وعدة الكباري لحد ما بقى راجل تاجر كبير يخضر بيها ليه بعد العمر ده كله بس؟ فراغت عين بيد عنك يا حسن يا أخويا في رجالة كده؟ أول ربنا ما يديها الفلوس تجننها لكن أنا مش حاسكت مش حاسكت عندك حق السكت عن الحق شيطان أخرص إحنا وصلنا لحد فيه؟ وهذه الفتاة اللعوب اللعوب يعني إيه؟ اللعوب يعني الستة اللي مش مظبوطة سوف يتزوجها وقد سحب ثلاثة إربع مليون جنيه من البنك وراح إلى مارينة يشتري لها شالية كويس كويس كمي كمي وأنا يا ستة هانم فعل خير وانت ستة محترمة وطيبة ففتح يعنيكي وخلي بالك وحفظ على بيتك من الخرارة يا لهوي يا لهوي يا لهوي نار نار يزيد نار يا بيت ده أيدة في جسم كله يا بيت قولي لي أعمل إيه؟ أعمل إيه يا أختي؟ يا حمتي يا قلب أمك يا أختي الكلام مكتوب في الجواب ده بصحيح؟ يا خراب بيتك يا سانيا الجواب ده جارك لحد ده إيه إزاي؟ واحدة يا أختي واحدة كلمتني في التلفون وقالت لي قال إيه؟ تعرفني وأنا ما عرفهاش سمعت صوتها قبل كده؟ لأ لا يا بيت لأ السود ده؟ ما رنش في طابلة ويدني قبل كده طب وبعدين كمليلي أبدا قال إيه؟ يا تعرفني وأنا ما عرفهاش وبتحبني وجمالي مغرقها وما صرداش بالأزية وقال إيه يا بيت؟ رميت لي الجواب صح تعقب الباب لحد ما بشقتك يا قلب أمك؟ أوه لحد ما بشقة بقولك إيه؟ الحركات دي أنا عرفها كويس قوي حافظاها دي تلاقيها أولية من كده منك ومضغزة ومقهورة من الخر والنعمة اللي انتش بقيت فيها قالت تكتب لي الجواب زي دي تقهرك بيه وده تتصب بيك في التلفون وتقولك دي أنا عمي تولك تحت عب الشقة قرية يا أختي تكونش الولية معاوض اللي ساكنة في الدول الأخي اللي تحت السطح اللي بنها كوع في الامتحانات وانتي ماشى الله الله هو أكبر خمسة في عينيكي عايلينك اللي اتنين نجحوا في الامتحانات فهي مقهورة منك؟ معاوض إيه يا بيت؟ اللي بعتلي الجواب ده حد من شركة محمود حد عارف دبت النملة اللي بتحصل هناك وعارف كمان العلاقة اللي بين البي والست الهانم يا بيت ده بعتلي اسم الكافتيري اللي بيتقابلوا فيها الله يرحم سستو اللي كانت بتنمين غير عشاء وكمان عارف انه سحب فلوس من البنك وجابها هنا البيت وده حصل يا سامية؟ اه يا اما حصل هكذب عليك يا زيزة سحب مبلغ كبير قوي من البنك وجابه هنا على البيت لا 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 يا أختي ده فيلم كبير قوي لا ما أقدرش عليه بصي احنا الاول نتحقق مع الكلام اللي في الجواب لما نتأكد نتصرف نتصرف ازاي يا بيت؟ استني بقى علي سيبينا اشغل دماغي وما تقطعيش إرسال أفكاري بيت انتي جوزج فين دلوقتي متنيقل على عينه في شغله يا في الشركة يا في السوق خلاص اتصليلي بيه وتأكديلي ان هو في الشركة يا بيت هتصل بيه اقول له ايه؟ يا اخت شرغ زي ما بترغي معاه دايما اقول له اي حاجة عايزة فلوس عشان عايزة انزل اتسوق ابني اتصل من اسكندرية عايزة انزل اي حاجة المهم يعرفيني هو في الشركة ولا مش في الشركة يا اختي يلا حنقضي اليوم نبص البعدينا يلا طلبيه اما اشوف اخرتها ايه معك يا زيزة هطلبه الو لا يا فندم محمود بيه مش موجود لا مش عارفة راح فين اقول له مين حضرتك مش موجود في الشركة مش كده المقرح المزيت اللي نضف على قدية مش موجود انا كنت قلبي حاسس انه مش موجود قوليلي فين المحمول بتاعك مرزوع ابترابيزة يلا اقوم يطلبين اطلبه اقول له ايه؟ ارغي معاه في اي موضوع قوليليه اللي عايير اتصلوا من اسكندرية وكت 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 يلا المهم مش غلولي في التليفون زيزة ملعوب ايه اللي انت نوية تعمليه ما تعرفيني يا اختي انا عايز اعرف الجواب المنايل على عينه ده المقصود منه ايه؟ ما تلغبط ليش افكاري قم يلا اتصل بيه وهتعرفي ازاي؟ حتشوفي زيزة هتعمل ايه؟ يلا يا اختي يلا اه قوليلي مش ده التليفون اللي بيطلب تاني لوحده؟ اه يو انت كده بتطلب الشاركة؟ عارفة يا اختي عارفة اطلب انت بس جوزك مضمزل ناني؟ ايو عايز اكلمها طلبتين؟ يابت ما تتحدي مشغول يا اختي حاولي تاني اليوم هيعد مننا الو؟ ايو يا مضمزل ناني انا سوها يا فاندم من شكة الليكتونات الكبرى الاستاذ محمود كان بقاله ساعة بيحاول يكلم حضرتك بس بتليفون مشغول يا فاندم ايوة بيقول لحضرتك عايز يقبلك كمان ساعة في القوتيل بتاع الزهور اللي في الزمالك عايز يقبلك ضروري يا فاندم بخصوص الشلي بتاع مارينا ايوة هو جايب مع العقد وعايز حضرتك تمديه ايوة مع السلامة كلتها كلتها ايوة يا محمود يوه يا راجل مش عارف صوت مراتك اصلي بقول لك ايه ما اخوش غير هدوم العمال ماجد كون انت كمان غيرتش استني يا بنت هارروح فين هارروح مش ورش صغير بقول لي كي ما طلع بطلش افكاري ايوة يوه روحت فين يعني ما انا موجودة هو انا كنت بقول لك ياني اصل العيال كويسين يا محمود كويسين هم كانوا عايزين يعني فلوس يوه بزعق ليه؟ ما هوم انخربوهم اه جزائل خير يا خوش اسفانه قول يا فكيل اه مزن ناني موجودة مين مزن ناني؟ خطيبة محمود بيه فاهمي محمود بيه فاهمي محمود بيه فاهمي مرابون الاعمال في فتعالي اعتزلت قرونية صح يا خوش اه يا خامتنا انه اعمال ناني متشكري ازايك انت مؤكد بقى ناني ايوا قبليل حضراتكم احنا يا حبيبتي زيزة وبيزة اخواتي محمود خطيبة اه انتو اخوات مودي مودي مين قصدي محمود ايوا تمام عليكي نور احنا بقى اخوات مودي زيزة وبيزة من كتر ما حكالنا عنك عن شعرك الاصفر وحلوتك وجمالك ايام وليالي بيحكي عنك قلنا لازم نيجي بنفسنا نشوف عروس تمودي يا بيت تمودي مين قوليلي اه محمود اخونا الله يا بيزة اه صح بس تعرفي مودي ده طلع ما بيفهمش افندم ايوا ما بيفهمش ما بيفهمش في الحلاوة والستات والجمال قاعد يحكي عنك بس برضو معرفش يوصفك معرفش يوصف شعرك وطولك وحلوتك انت احلى بكتير مقالينا عني مرسيه الله يعز مقدارك هو زمانه جاي مش هيتأخر راح بقى للرجل بتعشالي بتعمريها اللي انت كنت عايزاه حيمضي بقى على العهد وتلاقيده لوقتي داخل عليك بيشغل بالمفاتيح مش هيتأخر لما ربنا بقى يعدنلك انت وهو تتجوزوا بيعزميني انا واختي هي عدها مايو أزنة ولا عندي مايو بكينة احمر وكلنا كنا منبلبل في الميا معمودي يا بيتموني مين اللي هنبلبلبل معك في الميا ابي زم حمود اخونا اه شور شور كمان تاكيدة وصوت اخر ليه لا لا لغاية حجيته معايا زمانه جاي هو اه 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 شبكته دي اه الله طول عمره اخوي عنده زوج طول عمره ألماز اه ألماز يا اختي انا مش كنت جبتلك دهب عيال واحد وعشرين زي الغواش اللي بتشغل في ايد اختي ايوه ينفعوك في الزنقات لا بس انا بحيب الألماز ألماز ألماز وماله يعني على بختك يا اختي بقول لك ايه فرجيه فرجيك ايه فرجيك ايه فرجيه على الخاتم عشان لما ربنا يعدنلك انت ومودي نبقى نروح لكم مرينا ومعنا هدايا فانا بعرفين مقاسك ونهي مقاس الصبعة الشمال ها ومقاس الصبعة اليمين ها 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 اه اه اختي يمكن يهفها الشوق وتحب تجيب لك اسويرة وديلي مقاس ايدك اه 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 شربات شربات يا اخويا حلوة عروسة مودي للاسف ما عندنا الشبعة يا خسارة طب خلاص بلاش عندك لاموناتا اي خلاص يا اخويا هات لنا اتنين لاموناتا سائع سائع قوي 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 ومشبر حاضر ايه ده نمودي موني مين محمود اخوص اه هاي دارلنج انت فان انا في قتل الزهور هو انت مش قتل لسكرتيريات شركة الالكترونيات تكلني وتخيص سنك هنا عشان عقدش ليه مرينا انا انا في كافي جوب ومعي اخوتك الامومير زيزة وبيزة انا انا مش سمعيك خانتي حبيبتي وانا سمعها انا ايه ايه يا سيمودي انا سامية امراتك مودي بقيت من امتى مودي الله يرحم ستك بهانا الارع ما انا صحيح كبرت عزالة طب كنت قولي يا راجل كنت قولي وانا ازبغلك شعري اصفر والبسلك المحزة والملازة كنت كنينة زوءك اللي يرف يلا يا بيت يلا بصي بقى يا اختي يا طول بعرض انت يا ضارفة نمشي على هواكه لما يبقى يجي سيمودي قبلينه المدام سألت عليك يا حبت عناية ساعة مشابر مشابر يا حبت بصي بقى يا حبيبتي لبين لابون دول عشان يلوقهم ده بقى عشان تشربين وده يا عناية عشان تستحمي بيش تخرج يا بيت بصي بقى يا حبيبتي الشفكة دي مش لازمةك العماص جي بتاع الجزة حبابها اخلي مودي ينفعك يا بتاع تمودي يا سامية انا راجل ومن حق اتجوز مرة واثنين وثلاثة الشرع مجديني الحق دو الله الله يا عبد الله والله بقيت تعرف تتكلم على الشرع يا سام حمود الشرع يا حبيبي ميديك الحق تتجوز بص بشروط ان مرتك تبقى عيانة ما بتخلفش مش مكافياك يا طافس يا بو عنزايغة الزهر يا راجل انت تجنين لما ربنا اديك شوية فلوس خلاص فكر تقدر تشري كل حاجة بفلوسك حتى البني قدمين الله 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 واحنا في مدرسة هتوقفيني قدامك وتديني محاضرة انا عملك نفسي بنفسي مش بنفسي حد تاني وعملتي قرش ده بعرقي مش بعرق حد تاني لا ده انت انسيت بقى نسيت وتعالى يا حبيبي المفكارة لا انت مبنيتش نفسك بنفسك انا وقفت جنبك ولولا القرشين اللي ورستهم من ابويا الله يرحمهم وما كنتش حولت دكانتك الكحيانة لمحلات وشركات يا سلام ما انا مكفيك اهو في كل حاجة ده انا مقعدك في شقة ما فيش حد في عيلتك عنده قوضة واحدة منها ده انا جايبلك بش مهندس احسن بش مهندس في الشرابية اعمل لي الدكورات عمرك ما كنت تتخيليها بقى هي دي موكافاتي يا محمود هي دي كلمة شاكرة بعد السنين دي كلها جاي تقول لي خلاص انت كبرتي وعجزتي بقى رايح يا راجل تشري لها شبكة ألماظ وهو صحيح زي القرعة تمد البرة ده انت شبك تاني بيغوشها دهب وخدتها تاني يوم مرضتش كسيفك قدام اهلي صحيح ما انت زي القطط تاكل وتنكر انا اللي زي القطط باكل وبانكر شوف السيغة اللي انت لابساها ده انا مسياه يا اخيك من ساسك لراسك ده انت بتمشي بالشارع تشتخليلي من اول الشارع لاخر برضك مديناك شبكة دين عليك العمر كله شبكة اي امو شبكة هي الولاية اللي اسمها زيزة دي طول ما انت ماشي وراها هتوديك ارض داهية ياولاية ياولاية ديولاية خرابة ديور حسك عينك تجيب سيري الصحبتشي على الزنة صحبتك مين يا امو صحبتك الصحبتك قال مالها زيزة يا دناية اهلا ناس يت زيزة كويسة يا حبيبي وزي الفن انا وجوزي وولادي مالها زيزة كخة زيزة وحشة زيزة الحق عليها اللي خايفة على امراتك وعلى بيتك عايز تجيب لها درة لحد دعاتها بتبتها عشان تقهيرها درة ما تسويش دفارها يا رجل عب عليك عب عليك اختيشي مايصحش كده عب علي شبتك اه خلاص خلاص استنمتك يا رجل احمد ربنا ايه جات على قد كده جات على قد اني خدت الشبكة وحمتهالك باللمون انا الود ودي كنت اطلع مطوم من جيبي وديها حرف اكسك وشها مدور كده اعلمها لك عشان متنسلش طول حياتها مالعب بردك مش عليكي العب علي جوزك اللي مالوت سخشية مالكش دعوة بجوزي سيب جوزي في حاله على قل جوزي ما بيزبغش خلاص يا عزيزة خلاص ايه يا عزيزة خلاص ايه بنا على شائطة من ازع بنا سوفيه بحاله بقى مورسي يالله اسمعي كلام جوزك ورجع على شائكو عدم المؤخذة دي مسائل شخصية بيني وبين المرات محاش اتدخل فيها اسمع كلام جوزي؟ اه ما انتو رجلة بتحمل بعديكو يا حبيبي كنت فين يا مورسي كنت مع محمود بالعبطولة صهران فين يا مورسي مع محمود بالعبطولة عايزو يجوزك واحدة زي المزمزين ناني عشان تقولك يا سوسي زي ما بتقوله يا مودي الله 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 هي الاولى بنامت والانصاص قامت ولا ايه انت عايزك جيبي سوسي زي مودي ده جوزك ده على ما تفرج مودي يا رجل اختاشي مودي يا رجل عيب يا كبارة يا محترم يا زنت الحارة دي البت من دور عيالك تضحك عليكت ومتتهبل عليها تقولك اتجوزني تقولها حاضر اكتب لي تقولها حاضر ده انت عندك جوهرة اسمها امراتك والمصطيني اسمه امولادك يا رجل عيب على شفتك ده انت سبق شعرك كله اسود وصيب حتة بيطة زي زوزه ماضي يا خين العشرة جراعم زوسي ما تلاهم امراتك ده ما مش عايزة ما ادي ايدة عليها خلاص خلاص يا زيزة يا عزيزة عشاء قطري يلا بينا متشاكلين قوي بيه مرسي بقولك اي كان استني يا بيت يا زيزة انا اخش الم الهدمتين وامشي تمشي تروحي فيني يا حباتي انت عادي ببيتك يختم الساتاتة واللي مش عاكبه الباب يفوت ميت جمل جرا يا زيزة هو انت اللي هتقسمي وتقول مين اللي يقعد ومين اللي يمشي سيبهلك مخدرة يا حبيبي حوي حوايا على راسك وشيلها على دماغك انا رحبت اهلي هيحطوني على راسهم من فوق يلا يا باس يلا نامشي يا رجل عيب انا غلطانة اني اخترت غلط كلازم الاول اخذ واحد المستوية مش راجل بيئة الله 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 ليه بس كده يا ناني انا بيئة برضك اف كورس واكبر دليل الست زيزة وست بيزة بتوعك دول بقى انا ناني بنت الاصول اخد شاور عصير ريمون ساقع اهو برضك شعرك ما يجلوش انفلونزا وبعدين دلو بيغيروا منك يا ناني بيغيروا منك وخلاص انا مراتي ثابت البيت وطفشت يعني بعد كده عيش انا وانتي الواحدين من غير مشاكل ساري اتس تو ليت وعموما انا لقيت وظيفة حلوة في شركة سياحة معروفة وصاحبها هو واحد كلاس وان شاء الله هستلم شغلي بالصبح اه تستلم الشغل الصبح وتستلم صاحب الشغل بعد الظهر تقودي بقى تسبي ليله وتقول ليله كلام الحلو اللي انت كنت بيتقولهولي بنت ناس بنت ناس هبلة قوم يا بيت قومي يلا طلع برا طلع برا انت مرفوتة لا يا حبيبي انا الثالثي تتهلك قبل ما ترفضني سلام يا بتاع الست زيزة والست بيزة راجل بيئة صحيح يلا يا بيت بيئة شكلي كده والله اعلم تزقت تزقت هل بتفين بقول انا قلنا بسهلة بسهلة طريب انا حاكم بشوفكم تقول يا ضنايا يا بنتي اللي يشوفكم انت قاعدة كده قدام التليفزيون يفتكرك مبسوطة وعملة تتفرد وانتي عين امك قاعدة مساهبة وسرحانة ومسافرة بعيد قاوي ما لك يا سامي انتي بتكلميني يا امه؟ لا ابدا بس من يوم ما جيتي غضبانة عن بيت جوزي كابنتي وانتي لا بتاكلي ولا بتشربي ولا حد سامعلك حس وبعدها لك يا حبيبتي امه ايو هيتقولي اللي ارجع له يا امه؟ بقى بعد اتناشر سنة جواز وعشرة معاه وبهدلة معاه مع عياله يتشامل واول ما يتشامل اللي يتشامل علي انا يتجوز علي انا يا امه؟ معلش يا عين امك معلش بعد اللي عملتي انتي وجاردك زيزة ضروري بقى انتجوزت فاشكلت مش مهم تفاشكلت ولا لا المهم انه فكر ويجف باله انه يتجوز علي بعد ما خدمته هو وعياله السنين دي كلها معلش يا عين امك المسامح كريم يا اختي انتي عارفة الرجالة هقلهم صغير دايما يغلطوا واحنا بقى علينا الاحتمال والحمدلله انتي لحقتيه قبل الفسمة تجي في الراس يا امه دا ما فكرش يجي صالحني ويقول لي سامحيني يا امراتي سامحيني يا امه عيالي تلاقيه راح يصالح الست الهاني ويقول لها معلش اصل امراتي وجارتها مجانين خلل يا امه دا نالساني دا لدي القد كدهو اقوله يا رجل اشترينا شقة في اسكندرية ان شاء الله حتى قطين وصالة نصيف فيها نشم الهوى الحلو فيها ابدا ولا سمع كلامي وراح يشتري للست الهاني مشاليه وقال ايه في مارينة يما دا انا بيعت شبكتي عشاني والبست القشرة قال البيه رايح يشتري لها شبكة والماظ ايش عرفوا هو الالماظ اللي كانت سيته حافية تمشي في الشارع حقه الله يرحمه كانت مقشفة بس معلش يا اختي المسامح كريم بقى افتكره الحل هو ياما جابلك دهب ياما الدهب ده بيجيبه لمراته واما عياله انما الشبكة دي سلف ودين لازم يردها ولا عبارني والبيه رايح يصرف شقلة فلوت من البانك عشان طلبات الهانم يا دي الدهي اللي يكونك خدهم من البيت ودهم لها اما انا عندي مشوار مهم لازم اروح مشوار ايه يا داناي واحدة صاحبتي عينة قوي في المستشفى اروح ازورها ومالو يا حبيبك زيارة المريض واجب هي في اي مستشفى لا دي في مستشفى هنا قريبة جنبنا انا حتى مش هغير قدومي هاخد عباية من عباياتك هزورها واجي على طول فرقة كعبة ياما عن اذن ومالو يا اختي افتح الدولاب خدوا منه اي حاجة انت عايزاها باقول لك يا اسطح خد العشرة يا جنيدي واستناني من هناي الله مش اللي عادي بيست سامي هاني مراد سمي حمود بي اللي ساكنا في العمارة اللي جنبنا مخدتش بالو والله يا مامي حاجة غريبة قوي اشمعني اعني النهاردة ما اديها على اي وشاة ماشي يا معلم حجاز انا هاخد الشروة كلها التلفزيونات والفيديوهات والرسيفرات والموبايلات المحمولة طيب ربع مليون جنيه عدس محمود عناية معلم حجازي ربع مليون جنيه مقفولين ودفع الليلة وارد بالمرة تنقل البضاعة اوام اوام على محلك اللي في شرعب عزيز تعرف ان البضاعة نازلة محروقة والليل شطار عداك العب يا معلم وقزح انت اتكلم سوئينك دلوقتي وانا اكلم العال في المحل يستنوني وما يقفلوش ان لما استلم البضاعة بنفسي هتدفع الكاش الكاش الصبح انما انا ممكن دلوقتي اديك شيك يضمن لك حقا اه يعني الصبح باذن الله اجيب لك الشيك واخد المبلك على بركة الله يا معلم اه 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 بضاعة اللي جات الليلة تحملوها كلها في لواري وتبعتوها لمحمود بيه فهمي على محله اللي في شارع بعديس اه تسلمه هو بنفسه البضاعة وتاخد منه واصلة مثل اشتلاح اه كله كله ماشي على البركة بالسلامة اه افضل يا معلم ادي الشيك بربع مليون جنيه كل جنيب ينتحك نقدم انعدامها اسم حمود بس ازا ما اتفقنا مش هتروح بكرة على البنكة هتديلي هنا على الظهرية على الساعة سبعة ومص اكياشك على طرف ماشي استعز وانا انزل معاك برضو عايزال هاروح على شارع عبدالعزيز عشان استنى اتضاعها مالي فيาน ماذا قال ؟ ليه؟ ماذا تسرقنا لا ؟ كيف له Vatican ا Sky's worth اشهتنا بطلب؟ 3-4 مليون جنيه بوليس الناداkids المباحث، ادينا اي حد، شاقنا تسرق سياتك انت رجعت انت؟ سياتك رجعت ثلاثة الفجر، كان فيه بضعبة استليمها، ده اللي رجعني متأخرة باشا سياتك واضح انك مش عايش هنا لوحدة، انا شايف فيه هدوم حريمي هدوم حريمي ايه اللي جاب؟ اه سياتك دي بتاعت المدام بتاعتي يعني هي ما كانتش موجودة هي كمان؟ لا يا باشا سياتك ما كانتش موجودة كانت بتزورهم معه عشان عيانة شوية مش غريبة، اللي قالب القوضة دي كلها ما شافش شوية المجوهرات دول واخدهم يمكن يا باشا مسلا كان نظره ضعيف عشان كابا شفهمش ما شفهمش، ولا هو يعرف ان فيه تلاتة اربع مليون جنيه في البيت هنا وداخل ملاشن عليهم واخدهم بالتحديد اه يا باشا بس عدم المؤاخزة، مدام عارف ان فيه فلوس موجودة في البيت اللي يخليها اللي بالقوضة كده فوقني تحتيني يا سايد محمود اللي دخل الشقة دخل بمفتاحها العادي لا فيه كسر ولا عنف في كلون الباب، مين غيرك مع مفتاح الشقة؟ اسكت يا سمسم، فجأة ياختي كده البيت اتبضر بيدا السودة ونجوم ونياشين وكبات واشي بوليس، اشي بتوعه بصمات، اشي مباحث وجوزك محمود بيقول ان السرق منه مبلغ كبير قوي، بس بتوعه البصمات بيقوله ان اللي فتح باب الشقة حد من اهل البيت ليه بقى؟ لان الشبابيكو اللي بواب وباب الشقة مفتحين بمفتاح مش مكسورين تعافي بقى يا سمسم، انا اشكة بجوزك محمود ان هو اللي عمل العملة السودة دي عشان يصعب عليك ياختي وتحني عليه يا لهوي يا بيت، دي حكاية ليها العجب ولا ليها العجب ولا حاجة ياختي، طب تعرفي بقى؟ انا اشكة فيك انتي ان انت اللي سرق السرق ديت عشان خاطر تنتقمي من محمود وتوجعي قلب يا ري، كات ناري بردت يا بيت، ده نفيه نار ايدا ما بتمطفيش قب اسألي يا ختمي، قعدة جنبها للنهار ما بتحركش اسكوتي، اسكوتي، مش ديك النهار، اتصلت باللوستة فريد اللي بيشتغل مع جوزك في الشركة وكلمة من الشرق، كلمة من الغرب، المهم، قعدت لك معه وجيبتلو سريت ناني في النص، قلتلو ايه يا اخبار ناني؟ قال لي اسكوتي يا مدام، مش بعد ما ثابت الشركة عندنا، لفت على واحد تاني صاحب شركة سياحة وبتعمل معازمة بتعمل مع الوستاذ محمود بالزبط، عملة تستغلي فيه وتنهب طبعا، بعد اللي خدته مني ومنك يا بيت، لازم تعمل كده؟ طب ما خلاص بقى يا سمسم، لمت دورك، فهي قاعدة عن ضمك هنا، تعالي بقى يا اختي نوري بيتك محمود ماشي جنب الحيط، لا بيبص شمال ولا يمين مش وقته يا زيزة، شوفي، لما محمود ده يحفى عليك عابه، ويكلم الناس كلها ويبص الرجلة قبل الإيد، ساعتها بس أفكر أرجع له بقولك يا رجل انت، ركز معايا، بقولي إيه اللي انت شفته بالزبط ما أنا قلت لساعاتك يا باشا، أنا كنت وقف في الدكانة بتاعتي بروس البضاعة ومعايا زميلي قامت هيألي كده، إن شفت الست سامي هاني مرز محمود بيه، داخلة ناحية العمالة بتاعتها بسرعة، أنا استغربت وإيه الغريب في كده؟ الست سامي هانم جرتنا من زمان وزبنتنا، بنت بلد وجدعة قوي، مع أنها يعني مراد بيه وتاجب كبير، عمرها ما عادت من قدام الدكانة، من غير ما تصبح أو تماثي كمان أنا استغربت، الست سامي هانم طول عمرها بتلبس ألافرانكا وعمودة، المرة دي بقى كانت لابسة كده زي ما تقول ساعتك، عبايا بلد سودا، وشال ربطة بيه دماغها ممكن اللي عادت عليك ولابسة عبايا وشال دي مش مادام سامي أنا قلت كده في الأول يا باشا، بس وهي راجع بقى، شفت وشها، وتأكدت إن هي مية في المية هي رجعت تاني؟ أيها باشا، بعد يجي عشر دقيق ربع ساعة كده، رجعت تاني ويشال هندباك صغيرها، وبرضو لا رامت السلام، ولا اشترت مننا حاجة يا معلم حجازي سلبائي، الفلوس بتاعتك كانت عند مبارح في بيتي، في قوضة نومي، في دلابي، رجعت البيت مبارح بعد ما خزنت البضاعة بتاعتك، لقيت الدنيا مقلوبة، تلت تربع مليون جنيه معلم مسروقين، والبوليس قلب الدنيا، هو والمباحث والشرطة وبعدين أعمل، أعمل إيه أنا دلوقت، أروح البنك أسرف الشيك ليه كده بس يا معلم، البنك عدم المواغزة ما فيهوش رصيد يكفي وبعدين بقى، مني بقولك لو ما تحصلتش على المبلغ ده النهاردة، أخسر كتير قاود خلاص يا حجازي، اديني شوية ساعات كده هو، أنا هدبر لك المبلغ، لو معرفتش هبقى أردلك البضاعة ده إنفع ده برضو، تردلي البضاعة ده، هو كلام عيال ولا محمود بيه، ده بيزنس، أنا أسيبك كم ساعة كده يكون ربنا السهدان؟ ماشي يا حجازي، ماشي، عشان إنت هتعلمني البيزنس، ونشوف بقى شغل العيال يا لو، أيوة يا سيد أنا محمود، أسعدت الباشا، أه، إيه الأخبار، وصلتوا لحاجة؟ حال أنا سعدت الباشا، أكون عن سيادتك في المدرية، حاضر يا باشا، مع السلامة، ده الباشا رئيس المباحث، أعل الله يكون وسط الحاجة يا رب، يكونوا ليهوا الفلوس يا رب؟ شكلك كده بتضيع للربع مليون بتوعك، مش للتربع كلهم، عموماً الرجالة مواقف، أنا عايزة فهم، أنت ليه ما تديش خبر لجوزك باللي عمل فيه بدل الدوشة اللي حصلت دي كلها؟ تشكر على الشاي ساعة البيت، ما نقولتلك يا ساعة البيت، أصلاً يعني لمؤخذك كنت زعلانا معاه وروح تقعد عن دمي برضو ما يمنعش، كنت سيبت له خبر، كلميه في التليفون، سيبيه له حتة ورقة معلش يا ساعة البيت، أصلاً يعني ما جاش على بالي أستاذ محمود فهم بره يا فهم، خليه يتفضل الله لا يسيقك يا بي، أنا مش عايز لأشوفه لا، شوفي دلوقتي، وبعد كده بخاصمين براحة بك خير يا بيش، هلقيته فلوس ساعتك؟ إيه ده؟ للتعمل إيه عندك سامنة؟ ممكن ساعتك توعد دلوقتي وتهدى؟ المدام موجودة هنا عشان عندها معلومات ساعدتنا في إن إحنا نلاقيه لك فلوسك لقيته الفلوس؟ الحمد لله، الحمد لله يا باشا ساعتك طب وعدم الماغذة سامي مالها وما الموضوع الفلوس ده؟ يا سيدي أولاً اتفضل فلوسك هيا إيه ده يا باشا ساعتك؟ ده إيصال إيه داع بمبلغ تلتة إربع مليون جنيه حطت في حسابك النهاردة في البنك حطه بحسابي في البنك؟ الست هانم لما ثابت البيت قلقت على المبلغ، خدته حطته في البنك، ساعتك اكتشفت اختفاء المبلغ ده قبل ما هي تبلغت، افتكرت وتسرق لا يا محمود، مش هي دي الحقيقة، أنا اللي خدت تلتة إربع مليون من البيت، لإني دي فلوسي، حق وحق عيالي مش فلوسك لوحدة، هي دي الحقيقة، أنا مخدتش الفلوس من البيت عشان خفت لا تتسرق، لا يا بيه، أنا خفت على جوزي أبو عيالي هو اللي يتسرق مني هتسرق منك إيه بس يا سامية، هو أنا غويشة ولا مبايل، وبعدين لو في بيننا مشاكل عيب قوي إنها هتوصل للإقسام، ده نعمل بدخلت الإسمة اللي عشان هتطلع بطاقة اقبض علي يا حضرة الزبط، اقبض علي يا بيه، لو متأكد إن أنا حرمية، اقبض علي عشان حاولت أحافظ على بيتي، وعلى أولادي وعلى جوزي لا يا هانم إطلاقا، أنت مش حرمية، أنت ست طيبة وقصيلة ومحترمة، إيه رأيك يا أستاذ محمود في اللي بيحصل ده؟ والله اللي تشوفه يا باشا ساعدتك، يعني أنا أعرفها مكتر منك، لسه ما نروح البيت سي مندي يا أخوة اللي تروح لك البيت، وبعدين ما خلاص، غلطة قصد غلطة، أنت إيه هتقتتني ولا هتقتتني؟ خلاص بقى سامية عيب، مش قدام الباشا يا جماعة أنا كده مضطرة سيبك وتروحه، ما عندناش حد بالنهاردة حيشرفنا في الحاجزة ولا حد حيتحول لنيابة طب عدم المؤخذة يعني باشا أنا كنت عايزة أسأل مادام حاجة، مادام أنت فعلا كنت خايفة على الفلوس وروح تتحكيه في البنك إيه اللي خلاك أقلبت البيت وفتحت الادراج وأقلبت كهان الدنيا؟ عشان أجنينك، عشان أحرق قلبك زي ما حرقت قلبي الله، 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 ليه كده بس يا سامية؟ ماشي، أموما حسابنا بعدين على خيرت الله، إحنا كده مش هنستمر في القضية، نقفل محضرنا وتروحه كده مع بعض إن شاء الله سوا عبد السلام، هتلي محضر السرع عشان نقفله، بسرع لبصباح يا سيد محمود، خل بالك من مراتك، أنت معاك كنز، ربنا يا خل هالم لا، من ناحية دي ما تقلقش هاباشت سيادتك شفت يا مودي، شفت الناس اللي بتقدروا وبتفهم ناحية دي حقك عليا، أنا محقوق لك يا سيد يا لهوي، إنت تقولي حقك عليا؟ خصى عليك يا رابل، ده أنت جوزي، أبو عيالي ولدي يا ست، ست الستات، لو لفت الدنيا كلها ملاقيش دفري يا أخويا بعد الشر عليك من اللف والضرار، إن شاء الله اللي يلف غيرك يموت ويعمى خلاص بقى يا سامية، شوية الغازة لدول مش قدام الباشا عيب حاها نقص عليك يا سمسيمة، سايباني كده من غير ما تحكيلي بقى التفاصيل، تسيبيني متشوقة يوه، بكرة يا زيزة، أعيز أروح أحضر الأكل المحمود أمانش خيبة وعبيطة، لقومة إيه اللي تحضرها له دي، أنا جوزي، لو عمل عاملة جوزك، ما حضلوش ولا حاجة لمدة أسبوعين، ويكلمني ما ردش عليها أعمل ايه في البلد اسمه الحق، يقطع الحبه واسنينه، بحبه، بحبه يا بيت، باي باي بقى شكرا